بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن حركة الضباط الأحرار البيان رقم أربعة إلى كل الشرفاء والأحرار في سوريا نحن قيادة اقتطاع الجنوب من حركة الضباط الأحرار نؤكد على العمل لتحقيق الأهداف التالية أولاً عماية المدنيين من عصابات الأمن وشبيحة النظام التي تعتدي على متاهيرنا العسل السلميين ثانياً الحفاظ على وحدة الجيش العربي السوري لعادته للقيام بدوره الأساسي في حماية الوطن والمواقع ثالثاً مساعدة الضباط وصف ضباط وأفراد الجيش الشرفاء الراغبي بالانضمام إلى صفوفنا رابعاً المحافظة على سلمية الثورة السورية كما كنا نتمنى أن نبارك لشعبنا العظيم بحلول شهر رمضان الكريم شهر بشار الخير لكن النظام الأسدي لم يحترم خصوصية هذه المناسبة الكريمة وهذا الشهر الفضيل لدى الشعب السوري وبدل أن يبادل إلى سحب قواته وشبيحته وإطلاق صراحة المعتقلين قام بتصعيد وحشيته وهمجيته التي طالت مختلف محافظات ومناطق ومدن سوريا حبيبة وإن حركة الضباط الأحرار تستنكر هذه الهجمة الهمجية على المدن والقرى السورية وخاصة في القطاع الجنوبي والأوسط والشرقي كما تترحم على كافة أرواح شهدان الأبرار كما ندعو شرفاء الجيش الأحرار من ضباط وصف ضباط وأفراد لقول كلمتهم الحرة وذلك بالانضمام إلى صفوف الضباط الأحرار عاشت سوريا حرة أبية النصر للشعب السوري الحر النقيب قيس القطاعنا قائد القطاع الجنوبي من حركة الضباط الأحرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته